عايزين نتكلف في موضوع مهم جدا السودان بالنسبة لمصر حاجة كبيرة قوي في الامن الاستراتيجي هي الدولة الاولى يعني علاقة مصر والسودان مش عايزة اقول لك علاقة استراتيجية علاقة مهمة جدا استقرار السودان استقرار لمصر السودان قضية اولى بامتياز للدولة المصرية اي ازمة تحصل في السودان او عدم استقرار يؤثر على مصر وتدفع تكلفته مصر السودان هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية عمق السودان هي شقيقة مصر كدولة من دول حود النيل طيب السودان عندها ازمة كبيرة منذ تلات اشهر هناك فريقان يتصارعان على الحكم السودان منذ حوالي قرابة عامين بعد سقوط حكم البشير اصبح قضية افريقية عربية دولية لكن للأسف مصر لسبب ما كانت غائبة عن هذه المحادثات يعني تحزن ان بعض الدول الخليجية مثلا كانت مهتمة بالشأن السوداني وتعمل مؤتمرات بس مصر مش موجودة امريكا تهتم وبعض الدول الخليجية معاها بس مصر لازم تاخد رأي مصر لازم تاخد صوت مصر في هذا الملف قيلة في هذا الكثير يعني مصر تراجعت امتها مصر 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 منكفة على ازمتها الاقتصادية الى اخره لكن نمنوص حين ولقينا الدولة المصرية تستعيد جزء كبير من زمام الامور وقررت ان تدعو دول الجوار للسودان السودان حواليها دول جوار مين دول الجوار بتاعت السودان مصر ليبيا تشاد افريقيا الوسطى جنوب السودان اثيوبيا يعني لم اكن قد نسيت اي دولة من الدول دي واريتريا مصر وجهت دعوة لزعماء هذه الدول وقالت لهم تعالوا نقعد مع بعض على مائدة مستديرة شوفوا الصورة يا شباب اعرضوا جزء من الصورة للحدث وحتلاقي مائدة مستديرة الكل قاعد حواليها ومصر بتدير او بترأس لانها الدولة المنظمة لهذا المؤتمر وهناك ممثل لجامعة الدول العربية الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام للاتحاد الافريقي وقالت تعالوا بقى نبحث ملف الازمة السودانية ولازم نخرج بتوصيات لازم نخرج بتوصيات لازم الازمة السودانية تتحل عجبني مثلا فيه كلام بعض زعماء افريقيا واللي اكد عليه السفير احمد ابو الغيد عدم تدويل القضية عدم دخول اطراف اجنبية القضية قضية افريقية بامتياز وقضية مصرية بالنسبة لي الدولة المصرية النهاردة كان هذا المؤتمر الهام واللي بيبعت رسالة لبعض دول المنطقة ان مصر فعلا بدأت تستعيد زمام المبادرة في الملف السوداني نجاح هذا المؤتمر وبدء يعني جلوس الفريقين المتصرعين على الحكم في السودان على طربيزة واحدة هيبقى نجاح للدبلوماسية المصرية للدولة المصرية في ملف مهم جدا